السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في اولى محاضرات كورس دروب شبنج. وفي الدور دي ان شاء الله احنا هنشرح وحنبتدي من السفر وحنتعلم ازاي نبدأ مشروع في دروب شبنج وهنفضل مع بعض ان شاء الله لحد ما تكون قادر على انشاء متجر الكتروني احترافي على شو بي فاي. كمان مع نهاية الكورس ده هتقدر تكون قادر انك تختار منتجات للمتجر بتاعك وتحقق اول عمليات ربح ليك. هتتعلم معنا كمان في الكورس الاستراتيجيات النكحة اللي انا استخدمناها طول الفترة اللي فاتت دي وهي نتاك خبرة سنين طويلة في العمل في الدروب شبنج. طيب البداية ولازم نبقى فاهمين ان اي مجال جديد احنا داخلين عليه علشان نشتغلوا لازم اول حاجة نعرف المجال ده عبارة عن ايه? ايه هو دروب شبنج? واتز دروب شبنج? دروب شبنج ببساطة هو عملية بيع بتتم عن طريق الانترنت. ولكن انت شخصيا لا بتقوم بنفسك بشحن او تخزين المنتج. يعني ايه? يعني انت قاعد في بيتكو على جهاز كمبيوتر ما بتعملش اكتر من ان انت تنفذ عمليات البيع وتكتب عنوان العميل او اللي هيشتري الموضوع ده. يعني لا بتخزن منتج ولا بتتعب نفسك. كل اللي بيقوم بالدور ده هو السبلاير. دورك انت بس هو التسويق للمنتج اللي انت هتختاره من موقع السبلاير. ومن خلال التسويق ده تقدر توصل للعملاء اللي هيشتروا المنتج. تعالوا نفهم الموضوع بشكل اعمق. دلوقتي انا اول حاجة محتاجها السبلاير. سبلاير انا محتاج سبلاير قوي. والتحديدا السبلاير مقصود بي انه يكون اونلاين ستور. عنده عدد كبير جدا من المنتجات باسعار كويسة. احنا دورنا او دروب شبنج دوره ايه? انه يكون عنده الحرفية والاستراتيجي اللي تساعده انه يختار المنتج الصح. ويكون سعره كويس ويقدر يسوقه. تمام? ودي اول خطوة ان انا اختار السبلاير. طيب ايه هو افضل سبلاير موجود على الانترنت نقدر نستخدمه في الدروب شبنج? هو بلا منازع علي اكسبريس. تمام? يبقى انا لازم اروح على علي اكسبريس واختاره كسبلاير لي انا كشغال دروب شبنج. بعد ما ادخل على موقع علي اكسبريس. هعمل اكاونت هناك. وابدأ اسجل اه بيانات داخل الموقع ده. الخطوة اللي بعدها بعد خلاص ما سجلت داخل علي اكسبريس. انا محتاج اختار برودكت من داخل موقع علي اكسبريس. وموضوع اختيارك للمنتج ده ده هيكون ليه محاضرة او اتنين. عشان اعلمك واخليك تستخدم التولز اللي تساعدك لان انت لسه جديد ومبتدأ في المجال. تولز اللي تساعدك تختار المنتج الصح اللي تقدر تكسب منه. تمام? انا قدرت اختار المنتج بعد ما دخلت علي اكسبريس وحددت المنتج اللي انا هسوقه. الخطوة اللي بعدها انا محتاج لي انا شخصيا متجر الكترون وده هيكون على شوبي فاي. تمام? كده المتجر بتاعي خلاص انا اخترت المنتج اللي انا هسواه. فبالتالي انا محتاج متجر اعرض عليه البروداكت ده هو. فانا هعمل المتجر ده على شوبي فاي وهبدأ احط عليه البروداكت دي. الخطوة اللي بعدها انا محتاج اعمل ادفرتايز او ادفرتايزمنت اه اللي هو اعلانات للمنتج او البروداكت اللي انا اخترته. والاعلان او بتاعي هيكون على الفيسبوك في اغلب الاحوال بنسبة تسعين في المية. وعلى الانستجرام. علشان اقدر اوصل للعملاء. في حاجة عايزك تعرفها. انا كدروبشيبنج انا قاعد مسلا في مصر. انا مش هسوق في مصر. تمام? انا في منتجات معينة مش هتشتغل معايا غير في امريكا. او في استراليا. او في كندا. فبالتالي انا لما اعمل اعلان فيسبوك. حبدأ استهدف الناس اللي موجودة في الدول دية. علشان تشتري مني المنتج ده. يعني انا مش مطالب ان انا اسوق داخل البلد بتاعتي. تمام? عملت الادفورتايز بتاعي وعملت الاعلانات. وخلاص جال يوزر او الجال كاستمر اهو اشترى مني البروداكت. الكاستمر لما ياخد البروداكتس هيبدأ يدفع الفلوس لمين لي انا داخل متجري انا. حلو الكلام? كلام جميل. انا مسلا اخترت بروداكت في عالي اكس بريس تمن وعشرة دولار. وحطيته على المتجر عندي بعشرين دولار. فا هيدفع لي ايه? العشرين دولار. انا بعد كده بعمل ايه? باخد ال�라ين. خلاص. دخل على المتجر بتاعي. ودفع قيمة العشرين دولار. انا بعمل ايه? باخد العنوان بتاع الكاستمر ده. وبرجع على على الموقع علي اكس بريس على المنتج ده. وبعمل ارضر بعنوان مين بقى? بعنوان اللي هو الكون خلاص دخل على المتجر بتاعي ودفع قيمة العشرين دولار انا بعمل ايه باخد العنوان بتاع الكاستمر ده وبرجع على موقع علي اكس بريس على المنتج ده وبعمل ارضر بعنوان مين بقى بعنوان اللي هو الكاستمر اللي دفع لي انا الفلوس هدفع كامل علي اكس بريس هدفع له عشرة دولار انا دخل جيبي كامي رجالة عشرة دولار يعني انا صافي ربح بتاعي مية في المية بركز معايا يبقى انا خلاص الكاستمر اخب مني المنتج ودفع لي الفلوس انا برجع على موقع علي اكس بريس بعمل الوردر باسم اليوزر اللي هو او الكاستمر اللي اشترى مني بالعنوان بتاعه وبعد كده موقع علي اكس بريس بيعمل ايه بيستلم مني الوردر ده ويبدأ يجهزه على العنوان اللي انا حددتهوله اه يبعت لي المنتج وبيكون طبعا محطوط داخل المنتج اه معادة توصيل في خلال اليوم او اتنين او عشرة وده كون بيكون هعلمك ازاي تعمل الكلام ده داخل المتجر بتاعك بعد كده المنتج بيروح لالكاستمر بتاعك ويستلموا ويعمل وتاخد التقييم بتاعك على المتجر بتاعك وبعدين تبدأ تعمل ايه بقى تعمل بتاعك داخل ازن كده مفيش اسهل من كده اني انا فهمتك في حاجة اخيرة قبل ما نبدأ الشغل العملي اه بتاعنا بعد ما حدد الدول طبعا في دول معينة لو شغال فيها نار زي ما بيقولوا اه الدول دي حنعرفها دولة دولة وحعلمك الدول اللي هي نقدر نسوق فيها ونقدر نعمل فيها الشغل بتاعنا طيب انت محتاج ايه علشان تبدأ معي الكورس ده انت محتاج جهاز كمبيوتر وانترنت وفيزا ليه الفيزا لان احنا قلنا البرودكت احنا هناخده احنا اللي هنحاسب عليه يعني انا فتحت المتجر العميل حاسبني على عشرين دولار وانا واخد المنتج كوسيط من علي اكسي بريس بعشرة دولار فبالتالي هرجع لعلي اكسي بريس علي اكسي بريس بيقبل مني بيبال او فيزا فانا هدفع العشرة دولار لعلي اكسي بريس ويبدأ يشحنوا فبالتالي كل اللي محتاجه جهاز كمبيوتر وانترنت ووسيلة دفع وانت في مكانك تقدر تسوق في كل العالم مش تعتقد انك عربي هتسوق في الدول العربية لأ علي اكسي بريس بيشحن لكل العالم دورنا الفترة اللي جاية انشاء المتجر الالكتروني وان احنا نكون على قدرة وامكانية وده اللي هنوفري في في الكورس ده الوين برودكت الوين برودكت مهم جدا انك توصله وتحدده علشان تبدأ تعمل الاعلانات بتاعتك علمك ازاي تستهدف برضو الدول اللي احنا قلنا عليها اللي هي اللي شغال فيها حلو قوي اه ما تقلقش معايا الكورس ده انت هتخلصوا معايا بازن الله وفي ناس في الدروب شبنج بتحقق في الشهر مئات الدولارات وفي ناس تانية بتحقق الاف الدولارات لكن مفيش ناس بتحقق خسارة لدروب شبنج مفيش حد بيبدأ فيه وبيخسر اقل حاجة ممكن تعملها في الشهر خمسمية دولار ده لو انت بتاعتك ضعيفة لكن معانا هعلمك ازاي تختار المنتجات اللي تقدر تكسب فيها اه هنتعلم ازاي نحط سعر مناسب وها مش ربح كويس هنتعلم الكلام ده كله في الكورس اه استناني المحاضرة اللي جاية علشان نبدأ باذن الله تعالى اه نعمل على الشو بي فاي ونبدأ نأسس المتجر بتاعنا باذن الله ونبدأ جاني ارباحنا سوق المفتوح الكبير جدا جدا اللي ما ينفعش حضرتك اه تبقى خارج المنافسة دية لازم تدخله ولازم تعمل انكم استناني ان شاء الله المحاضرة اللي جاية